اشتركوا في القناة تتحدث عن ضحايا مافيا العقار لكن تبلي أنكم لم تتعلموا من الأخطاء التي وقع فيها إخوانكم وأخوتكم مؤخرا كان سيدا من هولندا المنزل ديالها في طنجا تم الاستيلاء عليه واحتلاله من طرف بعض الغرباء كان سيدا كذلك من اسبانيا اللي في الدار الفيضاء اللي كذلك الملك ديالها محتل بطريقة سورية وتاء السوفية من طرف أحد الأشخاص فرنسا بلجيكا إيطاليا ألمانيا تقريبا من كل دول العالم مافيا العقار في المغرب ناشطة مع رأسها وماكنش اللي يقول أشهد شي لا الحكومة ولا الدولة ولا حتى النيابة العامة أنها تفتح تحقيق والضرب على أيدي هذا المافيا ديال العقار نحن الآن في هولندا الحكومة يمكن تستقل نهار الجمعة لماذا؟ لأنه بسبب خطأ ارتكبة الإدارة ديال الضرائب في واحد المجموعة ديال تقريبا شي 22 ألف أسرة هولندية اللي تم بالخطأ أنهم استرجعوا منهم الأموال بطريقة تاع السوفية ومن بعد ما قامت لجنة في التحقيق البرلمانية باكتشاف الخطأ الحكومة ستتحمل المسؤولية ديالتها نحن في المغرب ولا شي حكومة تحملت المسؤولية ديالتها أمام هذا المافيا ديال العقار ولا حتى شي وزير ديال الإسكان والسكنة اللي داز في ديال الوزارة أنه تحمل المسؤولية ديالتها أو قدمت استقالته أو أنه أعلن على إجراءات اللي تحمي العقار ديال مغاربة العالم العلاقات المغربية الإسرائيلية الآن رجعت للمجراءها الطبيعي فسننتظر يتم الاستيلاء على الأملاك ديالهم ما هي الحلول إما أنك تكون الأمور ديالك مؤمنة مضمونة في المغرب وإذا دخلك الشك فما عليك أن تلقاش حل آخر أو بيع رزقك قبل ما يأكله لك وانت تتشوف فيه تقول لي مريض بالسكار والسراطان وبجميع الأنواع ديال الأمراض ولا أحد يعطيك حقك تنعرف عائلات اللي حاليا في المحاكم والتلاعب ديال المحامون كذلك وحقوقهم مهضومة والأملاك ديالهم محتلة إذا كان هناك احتلال أما كان لي أن الأملاك دياله مشات مع أدراج الرياح وتم التصوير ديال الوتائق وضعوا في الأملاك ديالهم لما تنصحكم تنصحكم باش أنكم تردوا البال وما تطيحوا شيء في الخطاء اللي طاحوا فيه الأسباقون لهذا راه ما في العقار ما زال نحش طمزيان فالآلاف ديال مغاربة العالم لهم ضحايا ديال ما في العقار وما زلنا نتحدث عن ما في العقار وكل يوم تظهر قضية جديدة والمغرب يتفرج وأرزاقنا تتبشي وأملاكنا تحتل بدون قانون وبتواطئ مع بعض المسؤولين ماشي كل شيء مع بعض المسؤولين ف يجب انصاف هاد الناس اللي ضاعوا في الأملاك ديالهم والعقارة ديالهم ووضع حد الهد مافيا العقار وهذا هو التحدي الكبير ديال سنة 2021 ووحد وعشرين